يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أفطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفين أو فارقوهن بمعروفين وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك نوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء إن قدرا والله إي يسن من المحيض من نساء إيكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله إي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره نسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عن مسيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق نوسعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزلون أمر بينهن لتعلمون أن الله على كل شيء إن قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إن علما بحثio اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا